طب مصير الأهلي والزمالك في الجدول بقى المصرية؟ تأجيلات أنا شايف أنه هو هيفضل ليهم تأجيلات حتى لأن الزمالك طبعا تصدر لمجموعة 13 بونت هيصعد الأهلي نفس الكلام هيصعد فهيبقى عندهم فكرة الاستمرارية بالنسبة لهم أنا بشوف أن الأهلي هيبقى أكتر نادي بيتأجله كالعادة زي كل سنة لأن الأهلي هو اللي بيوصل للأدوار الإقصائية ما بعد دولل 8 وما بعد السيمي فايلة لكن للزمالك أعتقد أن الأمور ممكن بالنسبة له طبعا أصعب شوية إذا كان المنافس بتاعه قوي أو حتى جايله من دور الأبطال طب خلينا من الأهلي والزمالك ونروح بقى البيرامدز بيرامدز برغم أن الفلوس تصرف عليه كتير جدا إلا أنه برضو مش قادر يحقق فوز إيه السبب بقى من وجهة نظرها؟ والله أنا شاف أن هي أنا بشوف أن البيرامدز ما عندهش استراتيجية واضحة الاستراتيجية الواضحة بتقول أنه إنت لو جايب مدير فني فأنت بتحط خطة موضوعة لنهاية موسم بعد نهاية الموسم بتحاول أنك تحاسبه ما يبقاش بقى المحاسبة بالقطع زيما كنا بنشوف الأمور كلها معتمدة على أن دارة بيرامدز زيما لما بيكون فيه اهتزاز أو تزبزب في النتائج بيتم تغير مدير فني وده شفنا جدا السنين اللي فاتت الفترة الأحيرة اللي كان فيها استقرار على مستوى النتائج كانت مع جيمي باتشيكو وده الحاجة اللي أكيد ضربت الفريق في مقتل أنا بشوف كده أن اختيار جيمي باتشيكو كان اختيار موفق مدرب له خبرة مع نادي الزمالك مدرب في نفس الوقت وصل نهاية دورة بطالة أفريكا في نهاية القرن قدام النادي الآلي قد مباراة عظيمة جدا قدام النادي الآلي لكن خبرات لعبة الآلي حسمتها فأنا شايف أن تغير المديرين الفنيين كتير وفي نفس الوقت كان دايما بيقال أن النادي الآلي هو اللي بيفرغ الأندية من النجوم بيرامدز كان بيتعاقد مع أبرز اللعيب اللي موجودين في الدورة المصر إلي ما يكون أبرزهم كمان من كل الفرق وفي نفس الوقت حقق السكوات قوي جدا لكن دون وجود هوية حقيقية وشخصية البطل اللي هم دايما بيحاولوا يوصلوا لها لكن دي الحقيقة ممكن تبقى موجودة في الزمالك تبقى موجودة في الأهلي لكن مش موجودة في بيرامدز لحد دلوقتي فأعتقد أن الشخصية هي العمل المؤثر بس إيه توقعاتك لمستوى الأداء والفريق في بيرامدز يعني الأداء هو يوريتشتش المدير المدير فني الكورات الجديد طبعا لسه الغد دلوقتي محدش يقدر يحكم على طريق لعبه لعب قدام بيرامدز بطريقة أنا شاف أن هي الأوبين جيم وصد فريق في المومباشي على ملعبه ملعب كمان بش جيد للاعب الكورة ده أثر بشكل كبير جدا على نتيجة وإن لم يكن برضو أنا بقول أن بيرامدز دي دربتين جزاء وكان بطل المباراة هو الحكم الغاني لكن أعتقد أن الغايد دلوقتي ما نقدرش نحكم على التجربة التعامل بيرامدز على مستوى الفنيات أكتر من أن نحن نحكم على أنهم عندهم قوات قوي لكن دون هوية حقيقية بتؤدي أن نحن نشوف بيرامدز هيوصل أن يحاق بطولة ولا لا